هنكمل بقى مع بعض يا ولد دلوقتي طبعا حضرتك عارف ان ده هو الدافرام وده من سنة اولى في الريجينال اناتومي وانت عارف ان الدافرام فيه فتحة اسمها حضرتك تبع عارفها برضو هقولك ليه حالا وحضرتك عارف برضو ان دي عندها كلمتين مهمين ان هي موجودة نضيف لحضرتك ان هي طبعا يعدي فيها الاورطة ويبقى طالع مع الاورطة اللي ان شاء الله بقى تاخده في اللي هو وسمعت عنه انتو برضو في الريجينال اناتومي ففيه فين كبير طالع كده اسمه ده بيوصل ما بين والانفيرور في نكافا وليه سيستم معين كده تعرفوا بالتفاصيل ان شاء الله قدام في الكارديو طيب انا بقول كده ليه بقى بص يا فاندي انا بقول لك كل ده عشان نعرف حضرتك ان هنا في الابدومن بيبقى في كيس كبير كده الكيس ده اولا بنسميه سيسترنا كايلي كلمة سيسترنا او جاي من كلمة سست يعني كيس وكايلي كلمة كايل يعني لمف فده لما تيجي الترجمه كده باللغة العربية يعني كيس لمف طيب هزا الكيس بيبقى موجود قصاد لمبر فرتبري رقم واحد ولمبر فرتبري رقم اتنين في الابدومن تحت الدافران الكيس ده بيبدأ لنا بقى اللارجست لمفاتيك ترانك في جسمك واللي هو طبعا بنسميه الفراسيك داكت اللي انا برسمه لحضرتك ده طيب الفراسيك داكت اللي هو اللارجست لمفاتيك ترانك اول حاجة عنه بقى عايزين نعرفها هو ايه هو البجينينج بتاعه او بدايته فين بالزبط فتقولي والله هو بيبدأ بالكيس اللي اسمه سسترنا كايلي اللي موجود في الابدومن اتزا ليفل ال 1 ان ال 2 الفراسيك داكت زي ما قلت لك هو اللارجست لمفاتيك ترانك ولازم حضرتك تعرف برضو ان الفراسيك داكت بدأ زي ما قلنا في الابدومن اتزا ليفل اوف ال 1 ان ال 2 تعرف بقى انه هو ريتشي الثوركس يعني هو هيطلع من الابدومن للثوركس فوق بقى طيب هيطلع ازاي يا فندم هتقولي والله هيطلع او هيباس في الاورتيك اوبنينج اوف دا دا فرا طيب الاورتيك اوبنينج دي انا قلتلك تتميز ان هي اتزا ليفل اوف دي تنشر في الميد لاين بس هو طالع هم طالعين ثلاث حاجات مع بعض اللي هم مين اللي هم الازايجاس فين والثراسيك داكت والاورت طبعا الاورت نازل وهم طالعين والفين والدكت طالعين وبيعدي الثراسيك داكت من الابدومن تو ذا دا يا فرام زي ما قلت لحضرتك عن طريق الايه الاورتيك اوبنينج داكت طيب هو وصل بقى فين في الثوركس تعال نشوف في الثوركس هيبقى وضعي بص يا فندي المفروض تعال نفهم بس الاول الرسمة مع بعض هتحدد لك كل حاجة انا كده بصص منظر جانبي طبعا دا دا يا فرام ما فيش فيه مشكلة طبعا قدامك دا الهارت ما فيش فيه اي مشكلة كده في رسمتي وكده هيكون بص يا فنديم برضو من ايام سنة اولى وانت عارف ان الفراغ اللي ورا الهارت دا كده كله دا اسمه بوستيريور ميديا ستاين البوستيريور ميديا ستاينم دا اللي بيبقى نازل فيه الاورتة زي ما انت شايف قبل ما يعدي في الدافرام واللي نازل مع الاورتة دا هو مين طبعا هو والكلام دا بيبقى فين بقى يا شباب بيبقى ورا الهارت فعشان كده سميناها ايه بوستيريور ميديا ستاين الثراسك داكت لما عدت في الاورتك اوبنينج وافذا دا فرام وجات الثوركس جات مشت هنا مع الاوسوفيجاس والاورت فعشان كده بنقول لحضرتك هي اتنقلت من الابدومن وراحت للثوركس علشان تمشي فين في البوستيريور ميديا ستاينم طب هل عملت حاجة الثراسك داكت دي وهي في البوستيريور ميديا ستاينم دا اللي خلينا نوري حضرتك الموضوع بصورة تانية كده انا باصس انتيريور فيو على البوستيريور ميديا ستاينم المفروض يا ولاد الهارت كان قدام الرسمة دي يعني انا مثلا لو حددت لك كده المفروض الهارت كان في الحتة دي وانا شيلت الهارت وبتفرج على البوستيريور ميديا ستاينم المفروض ان كده رأيت في جسمنا وكده ايه وكده ليفت وجدنا ايه بقى وجدنا ان الثراسك داكت كانت ماشية بهايند الأصافجس وبعدين هتيجي هتغير اتجاهها وتمشي على شمال الأصافجس وتخش بعد كده على اللي هي فيها الأرش في أورط لا يبقى انا كده عايز افهم بقى خب بالك الحتة دي هي مين هي الأرش في دا أورط لو انا خدت الليفل دا كده يبقى بقولك انا هنا دلوقتي في السوبيريور ميديا ستاينم لكن تحت الليفل دا انا هنا فين في البوستيريور ميديا ستاينم ومش عايز اخش معك في تفاصيل هو الليفل دا هو الليفل الستورنا الأنجلي الليفل الستورنا الأنجلي دا بيبقى عندي تي فور فرط إذن الثراسك داكت لما جات من الأبدومن عن طريق مشيت بهايند الأصافجس لحد ليفل زي ما قولنا تي خمسة الليفل دا بقى مهم علشان غيرت اتجاهها وبقت على الليفت سايدوف دا أصافجس وراحت معدية ومشية أو وصلت لمن بس في حاجة بصراحة في رسمتي عايز اعدلها لحضرتك حاجة بسيطة جدا فعشان كده بس هرسم لك الرسمة تاني أو هجيب لك الرسمة تاني علشان تبقى رسمتنا مصبوطة 100% بص يا فانت بص يا فانت المفروض ان انا قلت لك جاية بهايند ايه بهايند الأصافجس عبطي الليفل تي خمسة جت على شمال الأصافجس بس هتيجي تخش بقى تمشي بهايند الأرشو في عورتة برضي يبقى ازا هي لها جزئين الجزء الاول في والجزء التاني في الجزء اللي في هي غيرت اتجاهها عندتي خمسة جت على شمال الأصافجس زي ما حضرتك شفت بعد كده طلعت في طيب اوعى تنسى ان هي كانت بدقة تحت اصلا في بكيس اسمه بلك عشان الليفلز هنا كتير بدأت بالسسترنا كايلي عند عدت في مشيت في وهي في غيرت اتجاهها كانت غيرت اتجاهها بقت على شمال الأصافجس طلعت وهي ماشية في هي ماشية طيب تعالى نكمل كده ونشوف عملت ايه تام والله يا فنديم بقى عايزة تنتهي لو حضرتك جيت شفت الرسمة دي معي انا كده فتح لك علشان اوري لك هتنتهي فيه سوف يا فنديم اولا هي هتطلع كده لحد لفل سي سبعة ادروا توف ده ناك الثراسك ده كورف توف زي ما انت شايف وتنتهي هنا ايوة فين المكان اللي انتهت فيه ده بص يا سيدي عند حضرتك الفين ده اللي اسمه سابكليفين فين طبعا الفت سابكليفين فين وعندك الفين ده هو الفت انتورنال جاجيلار فين اللي هو اكبر فين نازل من الناك فالانجل ما بين السابكليفين والانتورنال جاجيلار فين الشمال طبعا بتنتهي الثراسك ده اصلا لو انا جيت رسمتها لك هنا كده الانتورنال جاجيلار فين بيتحد مع السابكليفين فين ويعملوا لنا الفين الكبير اللي اسمه سيمهلكم بس تاني كويس بوس يا فاندم عندك ايه الانتورنال جاجيلار فين بيتحد مع السابكليفين فين ويعمل لك ده هو الشمال وده الشمال بيعملوا لحضرتك الزاوية دي بقى عند بداية اللي هي اتحاد السابكليفين مع الانتورنال جاجيلار بينتهي فيها الثراسك دك وبيصب في الانجل ما بينهم علشان تمشي اللمف بتاعها بقى على الزراسك دك ومنه على ومنه على وكده يبقى انتهت مين انتهت الثراسك دك يبقى انا لو عايز اجمع لحضرتك بقى معلومات الثراسك دك كده مرة واحدة الكورس بتاعها كله مرة واحدة والله يا فاندم هتقول لي انت لازم تكون عارف البجين بتاعها البجين بتاعها بالكيس اللي اسمه سسترنا كايلي والكيس ده موجود عند ليفل L1 عند L2 طب وبعدين طلعت من بس لما عدت في الاغورتيك اوبننج ال the level of D 12 وهي موجودة في هي كانت صحي كده لحد تل level of D 5 خمسة في رتبري بقت وصلت مشي زي ما انت عارف الارش في ده ورطة وده اللي هيهمني level of C 7 ده عند بتكورف تاني to left side علشان خاطر تنتهي في الانجل between left internal jugular vein والleft subclavian vein اللي هو the left break you cephalic vein والكلام ده يا ولاد برضو عايز اوريلك حتة مهمة قوي كده الاند بتاعتها ان الاند بتاعتها برضو نبقى عارفين ان المفروض ده sternoclavicular joint لان ده ما بين والclavicular joint عند left sternoclavicular joint هي انتهت ورا left sternoclavicular joint لازم الاند بتاعت الثراسيك داكتر حضرتك تكون عارف ان هي انتهت في الانجل between والصابكليفين عند بداية behind left sternoclavicular طيب يتبقلنا عن ان احنا نعرف حاجة مهمة عناها جدا واللي هي آآ آآ التريبيوترس بتاعتها ايه او هي بتكلكت اللمف من جسم حضرتك ازاي فبوص يا فندي احنا حطينا لحضرتك اهو صورة الراجل الطيب ده بس بطالك اهو بس علشان نقول لك المفروض ان انت عارف هنا مسلا فيه الدافرام هفصل انا من جسم الراجل ده الاجزاء دي اللي هي الرايت سايد ورايت ابر لم ورايت سايد اسل ايه بقى اسل التلاتة دول اه ركز كده معي بيطلع اللمف بتاعه او بيجمع اللمف بتاعه عن طريق حاجة اسمها ورايت سايد او ذا ثوريكس ده بيجمع اللمف بتاعه فحاجة اسمها رايت برونكو ميديا ستاينال لمف ترنك ورايت ابر لم برضو بيجمع اللمف بتاعه فحاجة اسمها رايت سابكيليفين لمف ترنك الرايت جيجولر لمف ترنك والرايت برونكو ميديا ستاينال لمف ترنك اللي جاب من رايت ثوريكس والرايت سابكيليفين لمف ترنك التلاتة دول بيصبوا اللمف بتاعهم فحاجة اسمها رايت لمفاتيك ترنك والرايت لمفاتيك ترنك ده اولاد ده بيصب في الرايت بريكيو سيفاليك فين طيب فين الرايت بريكيو سيفاليك فين بص يا سيد زي ما انا كنت رسم لحضرتك كده من شوية تعال انا نفهم المنظر ده مع بعض كده رسمة بسيطة خالص عشان تفهمك الموضوع المفروض ان ده هو وليفت بريكيو سيفاليك فين وان ده هو الرايت بريكيو سيفاليك فين اللي زي ما حضرتك عارف طبعا بيتحدو مع بعض يا ميل حضرتك ده اللي هو مين اللي هو السوبيريور فينا كاف والله في الانجل ما بين السوبكليفيان والانتورنال جاجولر اليمين بينتهي الرايت لمفاتيك ترانك وفي الانجل دي على الناحية الشمال بنتنتقي طبعا الفراسك داكت يبقى نفس المكان اللي انتهت فيه ثراسك داكت على الشمال بينتهي فيه الرايت لمفاتيك ترانك على اليمين طب الرايت لمفاتيك ترانك دا جمع الليم في منين تقول لي جمعه من الرايت سيدوف دهيدان دينك عن طريق لمف ترانك كبير اسمه رايت جاجولر لمف ترانك وجمعه من الرايت ثوركس عن طريق رايت برونكوميدياستينا لمف ترانك وجمعه من الرايت أبر لمب عن طريق رايت سبكليفيان لمف ترانك كل ده صب في الرايت لمف ترانك ورايت لمف ترانك صب في الرايت بريكيو سيفاليك فين ويهمني او ان انت تبع عارف المكان تقول لي بيهايند رايت ستورنو كلافيكو لارجان طيب بص يا فاندم بقى بقيت الجسم كله اللور لمب والابدومن كل دول بيصبوا في الكيس اللي اسمه سسترنا كايلي. وطبعا حضرتك عرفت ان السسترنا كايلي ده ده اللي بيبدأ اصلا في راسك دك. تقول لي بقى الليفت سايد بتاع الهيدان دينك عن طريق الليفت جاجيولار لمفترانك الليفت سايد اوف ذا ثوريكس عن طريق الليفت برونكو ميديا ستاينا للمفترانك الليفت قبر لمب عن طريق برضو الليفت سابكيليفيا للمفترانك والاتنين والبالفس والابدومن كل ده هيصب فين بقى هيصب فيه الثراسك دكت. فنقدر اجمع لحضرتك معلومة بسيطة جدا تعال نجمع مع بعض يا اخر حاجة حتى انقولها ان الثراسك دكت تنسبة للمفترانك من كل دهم دي إخسبة إي هو بالإخسبة تولي إخسبتي تلاتامك Right upper limb Right half of thorax Right half of hidden neck Right upper limb زي ما قلت لك هكرر تاني عشان تحفظه الأسماء وما تطلق بطوش ده بيصب الليمفكتاع في Right subcalavian Lymph trunk Right thorax بيصب في Right bronchomediastinal lymph trunk Right head and neck بيصب في Right jugular lymph trunk كل دول هما بتاعت مين بقى يا ولاد بتاعت Right lymphatic trunk وطبعا زي ما حضرتك عارف ولسه انا اقيل لك Right lymphatic trunk بيصب في Right Brick you Cephalic vin عند Right Sturno Calvicular طيب بالنسبة بقى للثراسك دك انا اقيل لك محلومة مهمة قوي اقيل لك ايه اقيل لك هي بتصب بتستقبل الليمف from all of the body except Cepht Right upper lymph Right thorax Right head and neck اللي صبوا فين في Right lymphatic trunk طيب بالنسبة بقى لا بيلوذا دا فرام كله بيجمع وبيرمي في السستيرنى كاي لذائري لكن Left Subclyphian lymph trunk اللي هو جايب منين من Left upper length وال Left bronchomethine Length trunk ده اللي جايب من و اللي جايب من اللي جايب من كل دول بقى هم وكده يا ولادني بقى خلصنا موضوع الفراسك ده. بس في بفراحة كزا طالب بعت لي سؤال الحتة بتاعة هي في اللمف بتاع ما فيهم هواش كويس. موضوع بسيط خالص هجاوب لهم عالسؤال هنا. لو افتراضا ان ده لسانك هتعرف في ان احنا بنقسمه الى وبوستيريور التيب في ده تنج دي تبقى عارف حضرتك ان التيب في ده تنج دي بتصب في الساب منتا الليمف نود تبقى عارف ان الانتيرو تو ثورد بتصب في الساب منديبولر الليمف نود وعارف ان بقيت اللي سان بقى من وره بيصب في الجاجلو دايجاستريك ليمف نود. اه خد بالك بقى الساب منديبولر بتصب في الجاجلو دايجاستريك والسب منتل بتصب في الجاجلو دايجاستريك برضو والجاجلو دايجاستريك دي بقى فينالي بتصب فين في الجاجلو الليمف نود اللي هي اللي قلنا عليها الليمف نود بتاعت الهيد آآ برضو في حد بعتلي قال لي حضرتك في الاسبلين قلنا انه هو ليه اللي هو طبعا لطالع من الاورطة قلنا بتاعه اللي هو الاسبلانك فين بيصب على البرتال فين واحد قال لي طب الاسبلين ملوش لمف اقول له لأ ليه لمف طب بس بيبقى فيه البالبو بتاع الاسبلين واكيد الهيستولوج يفاهمك يعنيه بالبو في ده لكن الكابسول بتاع الاسبلين بيصب في البنكرياتيكو ودي لمف نود ما بين البنكرياتيكو وليسبلين فسميناها بنكرياتيكو برضو علشان نبقى آآ قفلنا الموديول بمزاج هنقول لحضرتك طبع الفيديوهات دي انا عايزك تتفرج عليها كده بمزاج خالص يعني الموضوع بسيط وهي درجة على درجتين فالموضوع بسيط خالص يعني في حاجة اسمها الفايمس جيلاندي دي عندها كلمتين كده عايزين نقولهم لحضرتك ببساطة خالص علشان ما تدوش دماغ اول حاجة اولادة مكانها في انبوس يا سيد مفروض ان انا حضرت لك ده الهارتة هو مفهومة يعني مفروض ان حضرتك عارف ان مكان بيبقى هنا كده بتبقى مكانها في انبقى بتبقى مكانها في السوبيريور ميديا ستاينام وبتمتد كمان على الجزء بتاع الانتيريور او بنقول عليها انتيريور ميديا ستاينام فده مكان الفايمس جيلاندي طيب الفايمس جيلاندي دي بتبقى وبتوصل بتاعها خب بالك بقى بتوصل ايه دي معلومة يعني مش اناتو مئوي بس لازم تعرفها برضو عندي سن سنتين وبيحصل لها اتروفي ويتبقى منها شوية لما توصل طبعا ايه او بعد البيوت طيب كلمتين الاناتوم بتاع الثايمس يبقى بص يا سيدي حايزينك تعرف الارتري اللي بيغذي الثايمس اللمث بتاع الثايمس الارتري اللي بيغذي الثايمس اسمهم يبقى شوف يا سيدي هتحفظ بس انتيريور انتركوستال ارتري او الانتيريور انتركوستال ارتري لانه هم طبعا بيبقى ملتبل ارتري ومعاهم في ارتري اسمه انتورنال ثراسيك ارتري الانتورنال ثراسيك ارتري ده بيطلع برانشيز تو سبلاي الثايمس جلند اسمه ميديا ستاينال برانشيز. اه الفينس بتاع الثايمس بتنتيف تلاتة فين زيدي حضاك تحفظه. فين بتاع الثايرويد جلند اسمه انفيريور ثايرويد فين. والفين التاني اللي اسمه انتورنال ثراسيك فين. والليفت بريكيو سيفالك فين. في بعض الثايمس فينز بتصب دايريكت على الليفت بريكيو سيفالك فين. خب بالك بقى الليمف بتاع الثايمس هي زي زي اي اورجن بيطلع ليمف. الليمف بتاعها بيطلع على آآ تراكيو برونكيا الليمف نود. وتراكيو برونكيا الليمف نود دي اللي بتبقى على التراكية. ودي اللي بتجيب اصلا من اللنج. وعلى البريكيو سيفالك ليمف نود. وكمان على الباراسترنال ليمف نود. خدوا بالكوابات. الباراسترنال الليمف نود دي. دي اللي بتبقى يعني احيانا بنسميها او بنقول عليها الباراسترنال ليمف نود. وكده يا ولاد ده كلام بسيط خالص جدا هتحفظوا بس عن ونشوف حضراتكم بقى ان شاء الله آآ في الموديولات القادمة كده احنا عملنا تلات فيديوهات خلصنا بيهم الليمف بتاع آآ آآ الابر ليمبو اللور ليمبو اللي هيدا ان دي ناك. بعدين عملنا فيديو للسبلين. وبعدين النهار ده الفيديو للثايمس والثراسك داك. الموضوع سهل يا شباب مصيد جدا زي ما قلت لكم. وكده انتهى موديول البلاد على خير. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة بقى مع بداية موديول الجي اي تي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله.